بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا تعالوا نقعد مع بعض عشان النهاردة في يوم الاثنين بنتكلم على يلا نبني بنتكلم ازاي نساعد بعض في تربية أولادنا خلينا أقولكم على حاجة مهمة جدا قبل ما نبتدي في الكلام وندخل في حلقتنا بشكل متعمق أول حاجة أسوأ طريقة وأسوأ لغة ممكن تستخدمها في أن حد يفكر بيها أو يعيش بيها هي لغة المخاوف لغة المخاوف لغة مدمرة أنا بسميها لغة التلاشي الذاتي يعني أنت لو عايش عايز نفسك تستهلك نفسك وتخلص على نفسك عيش بالمخاوف الله سبحانه وتعالى جعلنا وجعل أولادنا مخلوقين على الفطر لذلك دايما بنقول أن أولادنا زي الصفحة البيضة وأول حاجة بتتكتب في الصفحة دي هو اللي بيعشوه مع الوالدين وتخيل لو الوالدين بيعيشوا في الرعب أو بالرعب أو للرعب بيرعبوا الأولاد ويخلوا حياتهم كلها عايشين فيها في الرعب لكن حضرة النبي علمنا معنى مهم جدا 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 لما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة يولد على الفطرة والفطرة فيها إيه؟ فيها كتب ربكم على النفس الرحمة فالفطرة فيها رحمة الفطرة فيها وسعة الفطرة فيها جمال الفطرة فيها راحة وكأن حضرة النبي عايز يقول لنا خليكم مركزين وإنتوا بتعيشوا مع أولادكم لأنكم الكتاب الأول اللي بيقروا فيه وبيتعلموا منه وبيعرفوا بيه وبيعرفوا من خلاله الحياة فدايما بقول أول كتاب بيتعلم فيه الإنسان مش أول كتاب بيقره في المدرسة أو في الحضانة أو بنشترهوله أول كتاب هو الولدين وعشان كده من ضمن الحاجات اللي بيقروها فينا وبيتأثروا بيها هي تجاربنا الشخصية وخاصة تجاربنا الشخصية إحنا وإحنا أهلهم وتجاربنا الشخصية اللي بنقدمها لهم عن الحياة تجاربنا في الحياة مدرسة مش بس لنا لكن كمان لأولادنا في تجارب عاشها الأهل فيها صبر وكفاح ونجاح ولما بيشوفها الأولاد وبيعيشوا معنا وإحنا بنحكي عنها أو بيشوفوا جزء منها معنا كأنها بتشد عودهم وبتربيهم كأنهم بيعيشوا تجربة حقيقية ويقبوا أصحاب جلد وأصحاب جد وأصحاب صبر لكن بيكون فيه تحدي كبير لما بنتعرب للتجارب الصعبة المؤلمة في حياة الأهل اللي بيعتبروها أسباب الأوجع والأحزان والخزلان إزاي الأولادة يتأثروا بيها هنا بينشأ الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه اللي هو موضوع إيه الخوف من عايش تجارب الأهل الصعبة كتير بنورس أولادنا من غير ما ندري مراس الأوجاع فيشرب الأولاد أوجعنا ومخاوفنا ويبدأوا يكونوا معقدين وتتكون المخاوف دي عندهم كمعتقدات معتقدات عن الحياة وترسم صورة الحياة زي إن الحياة ظالمة وقاسية زي إن محدش يستاهل إنك تبذل عشان نقف هنا شوي احنا شايفين دلوقتي إيه وحد ينكر شايفين انخفاض التفاؤل في نفس أولادنا بشكل عام شايفين إن أولادنا بيتعرضوا لمخاطر بشكل عام مخاطر إيه؟ مخاطر إن هم شايفين إن الحياة دلوقتي حياة مش عادلة ساعات بيعيش أولادنا كتير هذا الشعور والشعور ده بيجي لكلام من أهالي كتير وبيسألوني عن الموضوع ده وبتصل بعض الأحاين لمخاطر كبيرة على حياة أولادنا وتفضل تجارب الأهل دي بالنسبة لأياله الغرفة المظلمة في حياته ساعات الأولاد ما بيحبوش يدخلوا غرفة مظلمة دي بس تفضل فيه غرفة مظلمة زي كده قط الفيران اللي كنا بنكلم العيال عنها زمان غرفة كده مظلمة التجارب بتاع أمام لما يجي والدي يتكلم عنه لا مش عايز أسمع مش عايز أسمع وفي أولاد بيضطروا وبيأكدوا أنهم يدخلوا غرفة الظلمة دي الغرفة المظلمة دي اللي ممكن تخليهم يعملوا على يعملوا إكس على كتير من تجارب الحياة اللي ممكن تكون باب واسع للسعادة في حياته ليه؟ لأنهم خايفين يكرروا تجارب أهلهم وأهلهم علموهم أن المنطقة دي منطقة مظلمة من منطقة وجع ومنطقة ألم زي مثلا لو في أم وغادرت بيها أقرب صديقة ليها وكانت سبب في انفصالها عن الأب فالبنت تفضل حياتها كلها مش مأمنة لعلاقة صداقة حقية مع أي صديقة بيحصل؟ يه شوفنا دا كتير أو واحد مثلا أبو واحد من أصدقائه غدر بيه وخد شركته فيفضل طول الوقت عارف أن شركته عدروح منه بسبب حد قريب منه أو مثلا لو الأب بخسر خسارة كبيرة في مشروعه الخاص والأسرة عاشت أيام صعبة فالابن قرر أن فكرة أن الإنسان ممكن يفتح مشروعه خاص به دا تعريض لنفسه والأسرته للهلاك